في إطار فعاليات الدورة الرابعة لملتقى القصبة للفيلم القصير بورززات عرض لفيلم الهائم لمخرجه المغربي نور الدين بن كيران هذا الفيلم الذي يتنافس في المسابقة الرسمية للملتقى يمثل نداء لبناء عوالم التفاؤل والحب والتعايش والنور والجمال فيلم الهائم هو صرخة ضد الظلم وضد الجور وضد الحق وضد الكراهية وهو كذلك صرخة لعوالم التفاؤل والحب والتعايش والنور وتم أيضا عرض فيلم الوشم لمخرجته فاطمة أكلاز الفيلم تجسيد فني للصمت المجتمعي حول استمرار بعض العادات المشينة داخل جزء من المجتمع التقليدي قصة هذا الفيلم القصير تحكي عن طفلين في بادية قد تكون في مكان ما ليس بالضرورة أن نحدد موطنها وحتى يكون لها هذا البعد الإنساني هي في فضاء مهمش ما زالت تسري فيه تقاليد تحرم الطفولة من حقوقها المطلة والأساسية وهي الحق في ممارسة أو العيش كطفل على جوائز هذه الدورة يتنافس 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة لمخرجين من مراكوش ووجدة وطنجة وتتوان وسلة وأغادير والقنيترة والفقه بن صالح والتزا والدر البيضاء ترجمة نانسي قنقر